السلام عليكم. آآ الاخبار عاملين ايه? ان شاء الله زي ما عطوكم النهاردة اول سيشن اللي هي في سيب اتش ار. هنتكلم عن المواضيع اللي قدت عليها في البوست. آآ اللوجون والنافيكاشن والستركشور بتاع سيب اتش اتشعر. هنتكلم الاول على اللوجون. تمام? اول علشان تقدر تكون نكتا على السيستم او على السيرفر. انت طبعا الاول بتكون عامل تمام? والبرنامج دوت بيكون على جهازك. لكن الدايتا بتكون على سيرفر. علشان طبعا اه تكون نكتا على السيستم او على سيرفر. محتاج ان انت بتريد حاجة اسمها عن طريق آآ البرامترز. البرامترز ده دي يبعتها لك بتاع الساب بيزيز. الساب بيزيز دوت هو الشخص المسؤول عن السيرفرات آآ دخل الساب يعني. هو المفروض بيبعت لك آآ بعد ما بيخلص شغله بيبعت لك فايل. بيقول لك انت هتخش على انهي سيرفر وبيبعت لك البرامترز بتاعته. وبيبعت لك آآ آآ مزار ميم وباسورد. تمام? طيب. آآ في اكتر من سيرفر جوه ال آآ كوه الساب. آآ يعني هو مش سيرفر واحد. في عندنا اكتر من سيرفر حوالي ثلاث سيرفرات. ممكن يبقى اربع وبعض الشركات. تمام? هو بيبقى سيرفر واحد بس بيبقى في آآ آآ ثلاثة لير. يعني هو لما بيبعت لك السيرفر بيبعت لك السيرفر الإي بيو الحاجة اللي انت هتستخدمها علشان تخش على السيرفر. بيحدد لك انت هتخش على عنه السيرفر. بيبقى في عندنا سيرفر. وآآ كوالتي اشورانس سيرفر. طيب يستخدم للتست. وفي سيرفر اللي هو آآ اللي هو وفي سيرفر رابع ممكن يبقى موجود وممكن يبقى لا. يعني مش قد الشركات يعني بتتخدمه اسمه ساند بوكس. تمام? آآ آآ او السيرفر الديفولوب منت دوت السيرفر اللي انت بتعمل فيه شغلك. لو انت عايز آآ تعمل الحاجة معينة هتعملها في السيرفر دوت. في الديفولوب منت سيرفر دوت. فطبعا هتعمل على السيرفر دوت. وتبدأ تشتغل عليه. تمام? آآ بعد ما بتخلل شغلك فيه بتعمل حاجة اسمها دوت تعجم الدهالكساب. بتجمع فيها كل التجارات اللي انت عملتها في الديفولوب منت. بتحطها في الترانس بورت ريكوست دوت وتبعاته للسيرفر اللي هو اسمه كواليتي سيرفر. علشان الكاستمر او الكي يوزر سيعمل دست. بيشوف حقته تمام ولا لقى. لو حتك طلعت مزبوطة بتاخد الترانس بورت ريكوست وتبعاته للبرودكشن سيرفر علشان يسمع في اللايف سيستم. تمام? اللي هو السيستم اللي شغل في الشركة في الوقت الحالة. آآ يبقى كده علشان تخش على السيرفر انت محتاج تعرف التفاصيل بتاعت آآ آآ السيرفر. تمام? يعني فهنيجي كده ناخد مسال. تمام? فمنيجي من هنا كده بتقول دوت علشان آآ تعمل آآ على الساب. ديت المفروض يكون بعدها لك الساب بيسس. وتدخل البيانات ديت. تمام? في الاخر بيطلع لك الايه? بتاعتك اسمها. بيبقى مفتوب هنا. فانت بيفتحها. بيزهر لك الشاشة ديت. بتبدأ تعمل آآ تدخل والبصول. والكلاينت هو بيبقى معامل لك بيفولت من انت تخش على كلاينت كزا. انا بيبقى مفتوب من هنا اهو. 818 مسلا. سي او اي كلاينت. كلاينت هو يبقى طبيعي. هو بيبقى سري ديجيت يعني. تمام? آآ فانت بتكتب اليوزر وبصورت هنا وبتدوس انتر وبتخش. والطبيعي بيفتح لك الشاشة الرئيسية اللي هي ديت الشاشة دي. هي ديت الانترفيس الرئيسية بتاعت آآ السي بي وآآ ديت اللي بتبقى مفتوحة او متعمل لجن. آآآ ديت بيستخدمها كيوزر او ككونسلتانت. انتر اتنين بتستخدموها بعد ما تعمل لجن ايه. آآآ هانش ابدأ شرح لك التفاصيل او مكونات الشاشة ديت بتتكلم عن ايه. دوت آآ تمام? بتحقيها بتلاقي هنا المربع دوت. تمام? بعد كده بوزر دوت. تمام? تحت هنا عندك حاجة اسمها الستيطس. انت واقف تقني حتة. وهنا على الشمال هنا ممكن بيزهر لك آآ رسائل آآ ارور او وورنينج يعني لاي حاجة بتزهر لك هنا وهو. في المكان ده. الكماند فيلد دوت. تستخدمو ان انت عايز تتنهل لشاشة معينة او برو برم بواغ سات بطريقة سريعة. عن طريق ان انت با آآ با استخدام حاجة اسمها ترانز اكشن. الترانز اكشن دوت عباره عن كود. انت بتكتبه هنا علشان توصل للشاشة بتاعتك. فمن اشهر الاكوايد او من وشارة الترانز اكشن اللي بتستخدمها رايما او بتستخدمها باستمرار على طول. تمام? ده يتمنتين انت بتستخدمها لما تكون عايز تعمل منتين البيانات موظف مهم. عندك عن طريقا انت بتدخل هنا اه رقم الموظف تمام? وابتبدأ تتعامل مع الايه? مع البيانات بتاع تتقبل في حاجة بتاعها كده. تمام? يبقى ادية الايه? عرفتنا مستخدمها في ايه. في بي اي ست ده مساني يعني انت عند ترانز اكشن تانية كتير. في حال اسمها بي اي فورتي. غالبا انت تستخدمها لما تكون عايز تعمل هايرنج. عايز تعمل طعين لا ايه موظف تمام? بتجي بتدخل برضو هنا اه رقم الموظف وبتبدأ تختار الاكشن. تمام? وتبدأ تعمل هنا حاجة اسمها بتعمل له خيرين. تمام? اه نفترض ان انت مش اه مش حافز اه مش حافز الكود بتاع الترانزاكشن داوت. هلأ انت ممكن تجيبه من اي مكان تاني اكيد طبعا. عندك هنا في المينيو ديت. هي تظهر لك هنا ساب اتش سي ام اه بتبقى انت اواخد اه ان انت تخش على الساب اتش سي ام بس لان هادي الاريا بتاعتها. تمام? لكن الانترفيس الانترفيس بيبقى واحد عند كل الناس. بتختلف بقى في حتة بتبقى اواخد رول ان انت هتخش على حاجات معينة لانت هتستخدمها. يعني بتاع فاينانس بيبقى اه مش موجود عنده كده مسلا بقى موجود عنده حاجة تانية. يعني فانت بتخش على الساب اي سي ام هنا وعلى اه اه البرسونال مانجمنت الادمستريشن الانش ار ماستر داتا. بتلاقي هنا زي اللي انت اي ممكن بستخدمها الخاصة بالاي بالماستر داتا. عندك البي اي فورتي بي اي سيرتي واكسا. تمام? فلافترض ان انت مش حافز اسم الكود فانت ممكن تخش تجيبه من هنا وتضغط عليه عادي كده. طب وفتح لك الشاشة بتاعها. تمام? فايل لو انت يعني اكيد طبعا هستخدم الحاجات دي الكتير. ومحتاج ان انت تكون موجودة عندما بوست الباب. في عندك هنا الفابوريتس. انت ممكن تضيف فيها الترانز اكشن اللي انت عايزها بتضيفها ازاي? اما هنا بتقولك تلك اي من كده وتقوله وتكتبهم. بي اي سيرتي مسلا? بتكتبها وتقول هنا. بطبع عندك في الفابوريتس. بحيس ان انت بدل ما تكتبها فوق وبدل ما تضغر عليها تحت. لأي انت بتضغط من هنا وقل عليها في الفابوريتس. تفتح لك الشاشة بتاعتها. آآ ممكن طبعا برضو تاخدها من تحت من هنا تضيفها. تضيفها من تحت هنا. تضيفها تاخدها كده دراج ودرو. ان انت ايه? تستخدمها على حول. تمام? دي طريقة برضو ان هي بتسهل لك شو عليها في 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 التعامل مع الشاشات. في الوقاي ما تكتب هنا في الكماند فيلدي هنا تكتب اسمي الكود او اما من القائمة ديت. او ان انت ندفها في الفابوريتس ان هي تبقى سهلة باستمرها. طيب فيه برضو آآ حاجة مهمة. الاكوات ديت. ممكن ما تكونش ظاهرة عندك. ما تظهرها ازاي? بتكليل كيمين هنا. هتلاقي فيه الشيك بوكس متعلم عليه. آآ تسبيلية تكنيكال نيبس. بوكس هون متعلم عليه. فانت انا عملت كده لو شدت الشيك بوكس ليه هتلاقي الاكوات اختفت. ممكن تكون عندك يعني يزهرها كده. وجالبا يعني اعطيك بوكس كده. فانت بتعمل اللي تشيك بوكس دوت. تاكد انه متعلم عليه صار. علشان يزهر لك التكنيكال نيبس. تمام? نيكي هنا فيه عندك شايت آآ تودز تعرفها. دوت المربع دوت. ده لسيف لما تكون عندنا في اي حاجة ما عايز تسايل بتتغطينا. ده باك. ده تمام? ده كانسل. آآ ده بيستخدها في السيرش. تمام? آآ عندك دي اه لو ضغط عليها. افتح لك زي آآ شاشة تانية بتقدر تستغل تشتغل فيها برضو. لان انت ممكن تشتغل في اكتر من شاشة. وآآ مسمح لك يعني الساد بيسمح لك ان انت تفتح ست شاشات بس. لكن ممكن آآ الادمن ممكن ان هو يقلل لك العدد دوت. ممكن يخله لك تلاتة. بسنا. لكن طبيعا هم يبقوا ستة. وغريبا هم يعني بيفضل ان هم يكون تلاتة او اثنين. علشان ما بقاش فيه آآ يود على على السيرفر. ده لان انت لو فاتح ستة وغيرك فاتح ستة كل جوب بتستغل. بتتعمل على نفس السيرفر. ده بيبقى فيه لود عليه ممكن يخلي البرفورمانس بطيئ جدا. فغالبا يعني بي آآ الادمن بي كنترول اقل من ست السيشنات يفتح لك يعني. تمام. في عندك حاجة اسمها ا 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 ما فيش هنا. لو دخلنا مسلا على سي بي ار او بتستخدمها علشان تدخل جوه الحتة بتاعة انت عايز تعمل اي حاجة. تمام? فانا اخترت مسلا ان انا هعمل عنده. تمام? اه برسولارية. فانا انا مش فاهم يعني ايه مسلا كلمة مش فاهم. فهو بتتعلم عليها كده وبتدوس اف واحد. بيبدأ بيشرح لك اتكلمك عن البرسولارية دي اتبتاعة ايه? تمام? ده قلبي يعني اه السابعة ملاي يعني. تمام? فا اه يعني انت ما تعتمدش على اه اللي بيشرح لك او اللي بيقول لك بس فانت عندك بتاعك اف واحد دي اي حاجة مش هم هتوضحها لك. عندك السرش على جوجل اه تبحث زي ما انت عايز. تمام? المجال الواسع ممكن انه فيه كتب كتير وتقرأة. يعني ما تعتمدش على اللي انا بقول له بس. تمام? بالنسبة اه ل اف اربعة. اف اربعة برد طول جميلة جدا. وهي ان انت بتستخدمها في السرش. سيء مسلا. لو انا فتحت بايه سرتي? انا من عايز اجبرة موزف معين رقم موزف معين هنا. بس انا مش فاكر اسمه مسلا. فبتعمل اف اربعة كلا. تلغط اف اربعة هنا بيفتح لك البوكس دوت ان انت ممكن تبحث باللاس تنين. او الفلسطينين او تمام? فانت مسلا افترض مسلا انا اسمه موزف مسلا سيء اه. هنا. يبدأ يطلع عليك اسمه موزف والفلسطينين محمد واللسطينين فايد. تمام? تقدر تتعامل معاها تعمله من كن المستر داتا بتاعه. تمام? في شوية شوت فرص باتو اعايز اكتعرفها. سلاش ان. تمام? سلاش ان. اللي حصل يرجع. تمام? طيب. لو انا فتحت اه هنا بي اي 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 سلاش. هزي اي افل ديت. وفتح لك البي اي اي سلاش تمام? طيب. اقول له سلاش. اي اي. تمام? سلاش ان. انا اقول سلاش ان بي ايه. سرتي بعفل ديات وبرح اللي البي ايه سر. اه بلوجيت هنا اوضلو سلاش ايه. اللي بيحصل. اه بيعمل اه بيخرف خالص. بيقول لك انت اه انا سيرت داتا او بي لوس. بيخرف خالص. بيخرف تمام? انا بعمل اه اللوغين تاني. تمام? دي كده اه اعتقد اه فهم بتاعك بتاعة ال اه شوية بالسدول وال اه و الف و الف و في من ال السلفرات تمام? تعال اكلمك بتاع تمام? في كتاب كتاب دوت بيتكلمك يعني مفيد جدا. هو الكتاب اللي فهمك الدنيا كلها يعني فانت طبعا ما تحتملش على الشرح بتاع بس لان الكتاب كبير جدا انا مش هقدرها بطيكله. فالكتاب موجود انت ما تقدر تنزله من على الانترنت. وتقدر تتابع فيه كويس وتفهم الدنيا كويس. فالكتاب دوت بيفهمك وبيفهمك على الساب ازاي وكده. تعالى نشرح بتاع الساب اتش ار. دوت الشكل بتاعه متقسم كده. كلاينت. تحت اه فيه كومباني كود. تحت كومباني كود وبقى فيه برسونال اريا. وتحت البرسونال اريا ممكن يبقى فيه برسونال صار اريا. الكلاينت. الكلاينت عبارة عن اين? اه دوت اه واحدة مستقلة بذاتها. عشان ابسط عليك هو مسلا اه الشركة الام الشركة الكبيرة. سي مسلا هنقول مسلا اه جهينة مسلا. سي? اه جهينة فيه مسلا تحتها اكتر من شركة. اه توزيع اه مصنع اه وهكذا يعني. دي شركة جوه جوه كلاينت. تمام? يعني ده مسال يوطح لك الفرق بين الكلاينت والكمباني كود. يعني الكلاينت هي شركة والكمباني كود شركات تحتها. اه بزي مسلا عندك اه مسلا شيرسي مسلا. فيه تحتها كازا حاجة اه اه شركة مواد جزائية بتنتج اكتر من حاجة. فمعسمة كل حاجة بتنتجها في الشركة. تمام? طيب لو الشركة هي كلاينت وكمباني كود بس. ممكن يكون اه شركة يعني مفهاش لحاجة واحدة. او يشتابل بها. هو الكلاينت هو هو الكامباني كود. الكلاينت والكمباني كود اه مش انت المسؤول ان انت تعملهم. اللي بيعملهم جالبا بتاع الفينانس. دي بقى لان اه الكامباني كود فتعرفها ان هي عبارة عن واحدة مستقلة بذاتها او شركة مستقلة بذاتها تحت الكلاينت. مستقلة بذاتها يعني ايه? يعني ليها قايمة المركز المالي بتاعتها. ليها ربح وخسائر. ليها ميزانية عمونية. من تعرفها كده حاجات خاصة بالمحاسبية حاجات خاصة بالفينانس. تمام? فعلشان كده بتبقى اللي بيعملها بتاع الفينانس. انت بتستخدمها لما بتيجي تعمل اه اه تمام? اه اه بتعملها بتقصين عليها بتقصينها تعال. اكلمك عن ده او اه اه بتعملهم. وده وتستخدمها كفروع. يعني ساي مسلا اه اه شركة مسلا اه بيبسي. تمام? فعندك اللي هي الفروع مسلا. فمقسمها مسلا فرع اه مصر. اه جوا مصر في عندك فرع قافرة فرع باسكندرية فرع صوان فرع الجيزة. دي اللي هي بيعتبر تحسين مكاني. تمام? ده اول عندك. تاني عندك اسمه تمام? يعني طبعا بيشرح لك اللي هوا قلته بالتفصيل. عندك ايه فديته التقسيم ده او بيقسم ازاي? والتقسيم دوت متعلق اكتر بالاشخاص او بالموظفين اللي جوه الشركة. مقسمهم لمجموعات. وكل مجموعة بيقسمها لمجموعات سيارة. تمام? يعني مسلا سين مسلا في تقسيم مسلا مشهور او بيعمره في الخليجي مسلا يقول لك اه خليجي مسلا او خليجي. ده اللي هو تمام? انتخلت بقى في التقسيم التاني مسلا بيبدأ بقى يمسك اه كل يقسمه تقسيمات مختلفة. هل انت اه جاي اه متدرب اه مؤقت اه تمام? بعقد يبدأ ان يقسم مسلا كل واحدة. ممكن يبقى تقسيم تاني مختلف كده خالص بس ايه بايه ده مثال يعني للهيكل اه بتاح. تالت تقسيم معنا اللي هو اه اه في اه دوت اه تقسيم مرتبط اكتر بالادارات اللي هو اه اه اللي هو الشركة. تمام? اه زي ايه بيقسم لك الادارات اللي هو الشركة اه بشكل دقيق شوية او بشكل اكتر بتفصيل. بيقسم لك الحاجة اسمها ارجيونيت. كل ارجيونيت بيبقى تحتيها اصاب ارجيونيت او ممكن ميبقاش فيه اصاب ارجيونيت ممكن يبقى على طول. اه بيبقى تحتيه الجوب. والجوب طبعا بيبقى اللي هو الوظيفة بيبقى تحتيها الموظف او الامبلوي اللي بيشغل ايه الوظيفة ديه. تمام? وكل حاجة بيبقى ليها رمز. يعني او او بيبقى رمزها او. تمام? الجوب بيبقى 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 او بيبقى رمز بتاعه. فده الشكل بيوضح لك اه شكل بيوضحون لك عن طريق الايه? ديت. اه الخطة بتاعة الشركة. الخطة بتاعة الشركة اه خطة المنظمة هو مسلا بيقول لك ده شكلها هوا. في الارجيانات اهي? تحتيها عندك. فيه تمام? وفيه جوب. وفيه مدلوين.